لم تكن التحالفات والائتلافات لشركاء العملية السياسية مجال بحث أو نقاش لكن سرعة الاجتماع والتشرذم أو حتى أن الصراع الانتخابي بنسخته الرابعة أشد من أي وقت مضى فالولع بالسلطة وتقاسم النفوذ أخذ بالتوسع من التحالفات والقوائم وصولا إلى الحزب ذاته تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم يسحب الحلقة الأخيرة من ائتلاف رئيس الحكومة حيدر لعبادي معلنا انسحابه من ائتلاف النصر وعزمه على خوض الانتخابات بقائمة منفصلة عازيا ذلك إلى أسباب فنية صرفة بحسب كلام نوفا الأبرغيف المتحدث باسم التيار بيد أن الوقائع على الأرض وما سبق من أحداث وما لحق تفرض عدم إمكانية فصل الواقع عن ما جرى قبل إسبوعين فالإئتلاف ذاته انسحب منه تحالف الفتح بزعامة هادي العامري لأسباب لم يقل أحد حينها إنها فنية سلسلة الانقسامات لم تتوقف عند الائتلاف المنقضي أو المقضى عليه فهذا حزب الدعوة مثلا يشهد شاهد من أركانه على الصراع المحتدم بين أجنحة الحزب الأخ المالكي قال إذا يأتي الحزب مع العبادي بمعنى أنا خارجي الحزب أنا لا أرضى هذا الناس فكان هناك قرار للقيادة أن يسجلوا الحزب معي هو راح وسجل الحزب مع نفسه يعني مع القائمة أخرى دخل هناك خلاف ذلك الخلاف الذي تحدث عنه رئيس الحكومة بات خلال ساعة من نهار غير مأمول الحل فبنظر البعض ما زال الوقت مبكرا لذهاب الفرقاء صوب المحجة السياسية لهم في طهران ولم تتدخل هي حتى الساعة للملمة شتات مريديها بعد حالة جنون الاستفراد التي أصابت جمعا كبيرا منهم مع قرب موعد الانتخابات وحتى ذلك الموعد تبقى البلاد رهينة لمواقف الساسة فهنا الحاضر وربما المستقبل محمولان على كف مارد سياسي يعم فوق بحر من الفوضى آخذا البلاد من موجة إلى إعصار اشتركوا في القناة